موسيقى 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 المسألة لا يوجد علاقة بالإسلام لأنه كتقرية دراسة كاتب أمريكي معروف عندما تحضرنا جسميه هو شافق العملية الانتحارية التي وقعتها في القرن العشرين والعشرين وقعت أن السعود السعين فيهم لديهم دوافع سياسية وليس دوافع دينية لذلك كل الناس يقوم بإسقاط ديني عليها المحصر النهائي عن مشكلة سياسية وليس دينية المسألة التي وقعتها في تونس وفي الفرنس هذا شيء في الحقيقة لا يمثل الإسلام بحقيقة ديانا تمنى تكون صدفة أن وقع هذه الأحداث في نفس الأسبوع تقريبا أيام تقاربة وإن شاء الله ما يكونوش نفس الأهداف ديال الإرهابيين اللي قاموا بهذه الأعمال في فرنسا وهو نفسهم اللي داروا الأعمال في تونس في مالي في ميصر قبل هذه الأحداث نتمنى ومالله ما يكونش علاقة بين هذه الأحداث كاملة وإلا غيكون هذا شيء يخليع ويخليع بززاف بحقيقة بين الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع لأنني أعطيه محيبة على الإسلام لطريقة لتكتشفة على الإسلام هذه الدولة الإسلامية لتكتشفة نسبة المقاربة المغربية كانت فيها ستدخل فيها رجال دين يعني المغرب حاول أنه يحتوي الأفكار دي للنوس هذه والمغرب استغل الإعلام صالحه لماذا تستغل الإعلام صالحه؟ لأن أصلاً إذا كنت تنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام نقطة القوة الأولى هي الإعلام هي الميديا وأغلبية الناس الذين يستقطب فهم يكونوا مثلاً ناس دادوا فرنسا بلجيكا يعني ما عندهم حتى تلقوا عيد اللغة العربية يعني تقدر تعطيها الفيرسيون اللي بغيتين تعال الدين نحن عندنا عندنا لسير بيس درنسينامون ليهو مصحاح وعندنا لفاكلتين باش نحاربوا شوية هاتشي أسبرو ما يتراوش ليتراوش 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 ليكيني ما كانتاشي دولة في العالم ستنيام هاد المشكلة يراها واقع كل فعل عنده ورد فعل مساوي في القوة مداد في التجاه قدما قدي تزير قدما دي كاتنا عاكسة البناء اللي كدون كل مغرب الحمدلله نحن كتشوف يعني المصانع كبيرة كتحالف مغرب رونو بوجو الكشيصات كيبشين مزيان البحث سمعت بأنه الطوط شو ماش غادي وليت لأس ونصف الفين عشرين